نهاية الدرس الجميلة بلد الغروبات و بلد الإسلام و بلد الخير و شوف الموصول بالإخوة الأفاضل الكرام في مؤسسة الفرقان بالتراث والبحث و في الخزانة الحسنية في هذه مدينة الرباط و أشرف أيضاً أن أكون في هذه الجلسة التي يديرها و يرأسها أستاذنا الدكتور محمد سليم العوة أفضل الله تعالى و أن أكون بالفقة أخي عبد الله الخطيب الذي رفقته في أشياء كثيرة و تشرفت اليوم أيضاً بمعرفة الدكتور أبنان الحارثي و حياكم الله جميعاً البحث الذي أتحدث بموضوعه إليكم عن ترتيب نزول الآيات أو ترتيب نزول السور أيهما الأولى بأن يبحث فيه فأنا أقول ينبغي أن يقدم البحث في ترتيب نزول الآيات عن البحث في ترتيب نزول السور لماذا؟ نزول السور لم يكن متتابعة و قد يتقاطع نزول آيات بين عدة سور و قد يمتد ذلك لسنوات فمثلاً سورة البقرة هي من أوضح الأمثلة على هذا فقد امتد نزولها نحو عشر سنوات سورة البقرة معدودة من أوائل ما نزل في المدينة و فيها آخر نزلت على الإطلاق بناء على نزول سورة البقرة و قد يمتد امتد لحوالي عشر سنوات مثلاً مثلاً آية الوضوء الآية الوضوء من أوائل ما نزل و إن كان حتى نزول آية الوضوء في المرحلة المدنية متأثراً عن حكم الوضوء لأنه شرع في الفترة المكية و من أوائل ما نزل في سورة المائدة قصة موسى و قصة عيسى أما قصة موسى فلأن فيها قوله تعالى اذهب أنت و ربك فقاتلاً استشهد الصحابة بهذه العبارة في غزوة بدر إذن هذه الآيات مما نزل قبل بدر أما قصة عيسى فلأن فيها لفظ المائدة و سميت السورة بسورة المائدة و سيأتي بعد قليل أن النسم السورة من اللائق أن يكون موجوداً في أول مقطع ينزل منها حتى تسمى السورة في روايات نزول السور المتناقلة عندنا في كتب علوم القرآن الكريم المعتد به في ترتيب النزول أوائل السور ولذلك مثلاً قالوا سورة العلق أول ما نزل على الإطلاق وهم يعنون بذلك الآيات الخمس الأولى منها فقط أما باقي السورة فقد نزل بعد ذلك بل بعد الجهر بالدعوة يعني بعدها بأكثر من ثلاث سنين رأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى هذا متى نزل؟ بعد أن جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة وكذلك أيضاً سورة المتبثر حسب رواية البخاري أنها ثاني ما نزل يقصدون أولها أول سبع أو عشر آيات منها أما باقي السورة فقد نزل متأخراً قطعاً لقوله تعالى فيها مثلاً في الحديث عن الوعيد درني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدوداً وبنين شهوداً نزوله فيما بعد فهم لما يقولون ترتيب نزول السور يقصدون أوائل هذه السور وعدت سورة البقرة أول السور المدنية مع نزول بعضها في بداية الفترة المدنية ومع ما في هذا الاعتبار من منطقية كونه مصطلح استلح عليه بين فئة من الناس ففيه منطق ولكن واقعيته غير دقيقة السورة التي تكون مكونة مثلاً من ستة وخمسين آية لما يزل منها عشر آيات نعدها قد نزلت بينما ما نزل منها هو بعض فقط هذا أمر أمر آخر أن هذا المبدأ غير مضطرد فسورة المائدة مثلاً معدودة في معظم الروايات من آخر ما نزل معظم روايات ترتيب نزول السور يجعلون سورة المائدة قبل الأخيرة أو قبل قبل الأخيرة يعني يقولون المائدة التوبة النصر هكذا بينما من سورة المائدة ما نزل مبكراً كما قلت قبل قليل آية الوضوء الآيات التي نزلت قبل بدر آيات تحريم الخمر مثلاً مما نزل بعد أحد بسنة تقريباً على حسب الروايات الآيات التي تتحدث عن اليهود في قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى آخره هذه الآيات نزلت بين بدر وأحد في تلك الفترة التي أجلي فيها بنو من المدينة المنور أن أول ما ينزل من السورة فاتحتها هذا أمر أيضاً غير مضطرد فقد ينزل من السورة آخرها قبل أولها كما في سورة الممتحنة سورة الممتحنة حسب البحث في رواياتي وقت نزولها نزل آخرها قبل أولها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر السورة نزل بعد صلح الحديبية بقليل تعلمون أنه قد جاء أبو بصير وأبو جندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردهما وجاءت مجموعة من النساء مهاجرات فلم يردهن نزلت هذه الآيات تنهاه أن يرد النساء رد الرجال أما النساء خشية أن يفتن في دينهن فلم يردهن ونزلت هذه الآيات إذن هي في أواخر السنة السادسة لأن الحديبية كانت في ذي القعدة من السنة السادسة وأول سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء هذه نزلت في حديثة حاطب قبيل فتح مكة في السنة الثامنة في رمضان إذن سورة الممتحنة آخرها نزل قبل أولها وبالتالي فهذا يخالف ذلك المبدأ وكذلك سورة الشعراء سورة الشعراء غالبا آخرها الذي فيه اسم السورة نزل قبل أولها وهذا ما سأعود لأتحدث عنه بالتفصيل ثم عدت فقلت وهذا الحكم ليس قطعيا ما قلته عن سورة الممتحنة ليس قطعيا لأني قرأت في بعض التفاسير ومنها تفسير التحرير والتنوير أنه يرى في سورة الممتحنة أنها نزلت على وفق ترتيب آياتها وبالنسبة لسورة الشعراء البحث فيها يحتاج إلى جهد كبير جديد متواصل لمعرفة أو لتحديد ما الذي نزل منها أولا الآن أذكر لكم ملاحظات أربع في تتبع نزول الآيات في هذا الموضوع أن معظم النزول في حدود خمس آيات وعشر يعني من يريد أن يتتبع نزول آيات إحدى السور ينبغي أن يضع في ذهنه هذه الملاحظات لتكون من المحددات له في البحث والدراسة فمعظم ما نزل من الآيات خمس وعشر وهذا مذكور في الروايات عن الصحابة الكرام قد تنزل آيات أكثر مرة واحدة يعني هذا أغلبي وليس قطعيا كسورة يوسف حسب الروايات سورة يوسف نزلت جملة واحدة أوائل سورة البقرة وأنا أقصد بأوائل سورة البقرة حوالي مئة آية تقريبا من سورة البقرة نزلت جملة واحدة على الأقل ثمانين آية منها لأن فيها اسم البقرة والسورة لما ينزل أول مقطع منها يكون محتويا على اسمها فسميت باسم سورة البقرة وقد ينزل أحيانا بعض آية يعني قد ينزل آيات كثيرة تصل إلى قريب المئة أو حول ذلك وينزل أحيانا الجملة بل شبه الجملة هذه من الفجر شبه جملة ابن الجار والمجرور نزلت وحدها بعد أن نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بدون من الفجر وحصل من بعض الصحابة أنهم منهم من عمد إلى عقالين فجعل ينظروا فيهما فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس هذا إنما هو بياض النهار وسواد الليل فنزلت من الفجر الآن كم بين كم بين نزول قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتم الصيام إلى الليل وبين نزول شبه الجملة من الفجر فقط هل امتد ذلك لفترة طويلة أو قصيرة الذي يعني أميل إليه أنها كانت فترة قصيرة يعني قد تكون يوما أو أياما قليلة فقط وكذلك قوله تعالى غيروا أولي الضرر هذا المقطع من الآية في سورة النساء لا يستوي القعدون من المؤمنين غيروا أولي الضرر نزلت بدونها كما في رواية البخاري فلما جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عذره نزلت في ذلك المجلس فبين نزول الآية بدون هذه الجملة ثم نزول هذه الجملة فقط وحدها لتكمل الآية أيضا وقت قصير من الزمان أما قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم هذه الجملة في سورة المائدة في الآية الثالثة نزلت في حجة الوداء في يوم عرفة وكان يوم جمبة بينما آية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية التي تحتوي على هذا المقطع فقد نزلت في السنة السادسة وَلَا يَجْنَيْمَنَّكُمْ شَلَآنُ قَوْمٍ أَنْصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الدقة والانتباه والإغراء الملاحظة الثانية هذه الفكرة كل الفكرة فكرة إمكان تتبع نزول الآيات بين الواقع والمستحيل هل هي محتملة أو هي مستحيلة الآن هذا الأمر وهو الإمكان نص عليه عدد من العلماء منهم أنا ذكرت مجموعة أسماء ولكن لكم تلاحظون أن جميع الأسماء التي سأسردها من المتأخرين لم أذكر أي اسم من المتقدمين لأني حقيقة لم أتجه اتجاه أن أبحثها في كلام المتقدمين وإن كان يغلب على الظن أنه يمكن جداً أن أجد أشياء سيد قطب في ظلاله له كلام كثير وجميل ودقيق في ترتيب نزول الآيات في السورة وكذلك ابن عاشور في تحريره له كلام أيضاً جميل ودقيق وإن كان ابن عاشور أنا عددت بحثاً عن ترتيب نزول آيات سورة المائدة كنت أرجع إليه هو كان يرى أن سورة المائدة نزلت متأخرة ولكن شبه جملة واحدة ولكنه عندما جاء لآية تحريم الخم قال ولعل هذه مما استثني لما جاء لآية الوضوء قال ولعل هذا مما استثني يعني كثرت عنده الاستثناءات في هذه السورة تحديداً الأستاذ إبراهيم خليفة يعني أنا أحياناً لا يحلو لي أن أفرث بين الأشخاص لما أذكرهم يعني لو أردت أن أترحم على أحدهم فأنا ألزم نفسي أن أترحم على الجميع ولو أعطيت لقباً لأحدهم ألزم نفسي أن أعطي لقباً للجميع يعني هذا هو الأولى ولكن الآن فلتت من لساني كلمة الأستاذ لأنه أستاذي إبراهيم خليفة الأستاذ في جامعة الأزهر معروف أستاذنا أيضاً نصع لذلك في بحثه عن سورة النساء زميلنا في الكلية عبدالسلام المجيد أيضاً له بحث في هذا ويؤكده شافي العجمي أستاذ في جامعة الكويت أيضاً له بحث في تتبع نزول الآيات الملاحظة الثالثة هل يكون اسم السورة التوقيفي موجوداً في أول آيات تنزل منها؟ هذه الفكرة أشرت لها قبل قليل بمقدمات هل نتصور أنه مثلاً ممكن تنزل خمس آيات هكذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذه خمس آيات ستفتتح لها سورة ما اسم السورة؟ سينزل لاحقاً مثلاً من المستبعد أن يكون الأمر هكذا ومن المتوقع جداً أن أول مقطع ينزل من أي سورة يحتوي على اسم هذه السورة وأنا ذكرت ونقولك مبدئياً يتعين يتعين تقريباً يعني هذا الكلام يحتاج إلى أيضاً بحث متواصل في هذا الأمر وهذا السؤال يثار أكثر في السور التي ورد اسمها في آخرها السور التي اسمها في أولها ما في مشكلة سورة فصلت في أولها اسمها سهل جداً سورة مثلاً الحوامين مثلاً غافر اسمها في أولها ولكن سورة يونس اسم يونس بعد الآية سبعين أو ثمانين ولعل أول مقطع نزل من سورة يونس المحتوي على قصة يونس سورة الحجر الحجر كذب أصحاب الحجر هذه أيضاً متأخرة الآية متأخرة ويبدو لعلها تكون أول ما نزل من السورة يعني أنا هنا أسرد سرداً ولم أبحث أما الشعراء فقد بحثت فيها وسيأتي الكلام فيها بعد قليل سورة الزمر مثلاً وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر اسم السورة وين؟ في آخرها في خمسة وسبعين آيات تقريباً في آخر عشر آيات أو أقل اسم السورة فلعله هو أول مقطع نزل منها سورة الحديد سورة الحديد ذكر الحديد في آخرها وعندنا رواية عن ابن مسعود عن قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أنها نزلت مبكرة قال لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا ربنا بهذه الآية كأنه رباية أربع سنوات فهي مكية وليس فيها كلمة الحديد ولكن هذه الآية مع آية الحديد ممكن جداً أن تشكل مقطعاً تشكل مقطعاً أو نجماً كما يقولون في كتب علوم القرآن هذا النجم نزل في وقت كذا أو كذا فتكون المقطع الأول الذي نزل من سورة الحديد محتوياً على ست سبع آيات من ضمنها اسم الحديد وسميت السورة بهذا الاسم ما مدى وجاهت القول بتتابع نزول آيات السورة بلا فاصل بآيات من سورة أخرى وقفت على كتاب لأحد الفضلاء يتبنى نظرية تقول إذا بدأ نزول سورة فلا ينزل آيات من سورة أخرى حتى تكتمل هذه السورة وهذا بالنسبة لي مشكل جداً مع الروايات ومع الواقع ولكن هو يتبنى هذه الفكرة فأنا أشرت إليها إشارة وقلت يؤدي هذا القول إلى رد كثير من الروايات التي تؤكد حصول التقاطع وفيه تكلف ظاهر وقد ناقشت مؤلف الكتاب ولكن هو لم يستجب للكلام وكان مصراً على فكرته أنتقل بعد ذلك إلى فكرة روايات ترتيب نزول السور تعلمون هناك روايات قد يصل عددها إلى ثمانية منها عن ابن عباس ومنها عن تلاميذه ومنها عن من بعدهم أن من درس هذه الروايات خرج بهذه ثلاث نتائج التباين الكبير بين الترتيب في الروايات بعض السور مكية في بعض السور مدنية مثلاً هذه مثلاً سورة العاشرة هناك العشرين وما أشبه ذلك وهذا التباين الكبير أدى إلى تردد كبير في قبولها الضعف الشديد في الأسانيد أسانيد هذه الروايات درسها أكثر من واحد في بحوث ووصلوا إلى أن أسانيدها في غاية الضعف وهذا قد يكون وحده كافياً لردها سقوط أسماء بعض السور في بعض هذه الروايات منها سورة الفاتحة سقطت في بعض الروايات ومنها سورة الفلق والناس في بعضها وهكذا هذا يجعلنا ننظر في روايات ترتيب نزول السور نظرة تأمل وتردد في قبولها ولأنهم أصلاً لما يقولون هذه السورة مثلاً كما قلنا سورة البقرة أول ما نزل بالمدينة أي أولها فقط وليس السورة كلها ومع ما في ترتيب نزول السور وفق النزول من إشكالات إلا أن عدداً من المفسرين اختاروا ترتيب تفاسيرهم على وفق النزول وهذا الفعل أثار عواصف من ردود الفعل كلمة عواصف لما كتبتها مسحتها ثم عدت فكتبتها مرة أخرى فتلا مناسبة وإن كان كما قلت هنا بين الرفض والقبول بعنف أو هدوء يعني الذين ردوا على هؤلاء منهم من كان عنيفاً منكم منهم من كان هادئاً ولكن حتى الهادئ كان مزمجراً كان يسير على هيئة العاصفة وقامت حول هذا العمل دراسات أكاديمية عديدة ذكرت في بحثي حوالي عشر منها في هامش إحدى الصفحات لمن يهمه هذا الموضوع كما يهمني أن يرجع إلى هذه المؤلفات خاصة أن من سار على هذا الترتيب لم يحقق الروايات ولم ينقدها غالباً معظم هؤلاء المفسرين على جلالة قدرهم لم يراجع روايات ترتيب النزول نقلها من أحد المراجع وعتمدها وكان حرياً بهم وكان الأولى بهم خاصة العلماء الراسخين منهم كما سترون بعد قليل أن يراجعوا هذه الروايات لعل أولهم محمد عزة دروزة في التفسير الحديث وثانيهم عبدالقادر ملا حويش العاني عنوان تفسيره بيان المعاني كلا هذين التفسيرين طبع سنة 1973 ولا أدري أيهما أعدى تفسيره قبل الآخر الثالث أسعد أحمد علي له كتاب اسمه التفسير المرتب على وفق النزول وأنا تردد أن أضع هذا الكتاب لأنه ليس تفسيراً بالمعنى الدقيق للتفسير وهو عبارة عن مجلد واحد وهذا الاسم أي أحمد أسعد أحمد علي ليس من الأسماء المشتهرة بيننا من أنه من المشتغلين بعلم التفسير بخلاف عبدالقادر ملا حويش كان من علماء العراق أما عزة بدروزة فليس من علماء فلسطين حقيقة في التفسير هو مؤرخ وسائر مؤرخ وسائر مؤرخ من حيث العلم وسائر من حيث السلوك ومن هؤلاء هذا الأستاذ الجليل عظيم القدر المشهور والمعروف عبدالرحمن حسن حبنك الميداني كتابه أتقارئ كل التفكر ومعارج التدبر وصل فيه أكمل العهد المكي أراد أن يبدأ بالعهد المدني فلم يمهل ورحمه الله تعالى لم يكمل وهذا الرجل صاحب تفسير كثيرة دقيق عميق بحاث وبالتالي كلامه معتر محمد عبد الجابري في التفسير الواضح أيضاً له أظنى ثلاثة أجزاء صبر على وفق النزول وأعرف عدة دراسات نقدية حول عمله الشاهد البوشيخي في الهدى المنهاجي ولكنه لم يبحث في جميع السور إنما بحث فيه أول عشر سور نزلت على وفق الترتيب المشتهر وليته أنا أقول ليته فعلاً قام بعملية مراجعة لترتيب نزول هذه السور ومدى صحت أو دقت هذا الترتيب معظم من تكلم في ترتيب نزول السور يجعلون العلق أولاً ثم القلم ثم المدثر ثم المزمل ثم الفاتحة ثم المسد وهذا الترتيب عليه من المآخذ ما عليه من نسبة للمستشرقين بنوا جهدهم في ترتيب النزول على الاجتهاد وإغفال الروايات وبعضهم كان يصرح بهذا كان يقول الروايات هذه ليست من عملي أنا عملي أن أقوم بالاجتهاد في ترتيب النزول أنظر إلى الموضوع أنظر إلى المناسبة وما أشبه ذلك ليس كل كلامهم خطأاً ففي بعضه صمت يعني الإنصاف والحيادية والشفافية تقتضي أن نقول هذا الكلام منطلق معظمهم أن القرآن كلام النبي وأن ترتيب المصحف خال من المناسبات هاتان القضيتان أوقعتهم في أخطاء جسيمة كثيراً وأنت تقرأ المستشرقين تجدوا يقول قال محمد قال محمد صلى الله عليه وسلم وأيضاً انتقدوا ترتيب المصحف قالوا هذا ترتيب عشوائي هذا ترتيب غير منضبط مع أن علماءنا ألفوا في المناسبات بين السور والآيات ما ألفوا بل إنهم أكثر من ذلك يعني بعضهم لم يسميه المناسبات بل سماه النظام نظام القرآن والدراسات في هذا كثيرة جداً من أبرز محاولات المستشرقين التي وقفت عليه أثناء إعداد البحث وستاف فايل، ويليام موير، ثيودور نولدكي، جفالي، برجستر، بوتو برزل، بالمر، ريتشاد بيل، بلاشير، وغيرهم كثير ومن المعاصرين أنجليكا نوفيرت التي ما يزال المشروع القائمة عليه هي وفريقها وأسموه المنصوعة القرآنية ما يزالون يعملون فيه وأظن مثل هذا الأمر سيشبعه فضيلة الدكتور عبد الله بعد قليل حديثه الطيب إن شاء الله مراحل النزول عند المستشرقين ينسب تقسيم الفترة المكية إلى مراحل وكذا المدنية إلى المستشرقين يعني المرحلة المكية 13 سنة والمدنية 10 هل من المناسب أو من اللألق أن نقسم هذه السنوات إلى مراحل؟ من الناحية العلمية جائز ولا غير جائز؟ لا شكراً أنه جائز ما في حرج من هذا ولكن لما وصلتنا هذه المعلومة أول ما وصلتنا من المستشرقين توجسنا منها وتوقفنا أمامها ملياً ونحن نتأمل ومترددون في قبولها إلا أننا نجد عند أحد علمائنا المتقدمين وهو الحسن بن حبيب النيسابوري هذا التقسيم حيث قال من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداء ووسط وانتهاء وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك على المراحل الثلاثة وهذه العبارة نقلها الزركشي والسيوطي وابن عقيلة ومن بعدهم وبالتالي فإن تقسيم النزول إلى مراحل لا حرج فيه مراجعة ترتيب نزول آيات من سورة الشعراء هذا المبحث الأخير في بحثي فيما بقي معي من وقت أحدثكم قليلاً عنه عند معظم المستشرقين سورة الشعراء هي السادسة والخمسون في ترتيب النزول وفي معظم الروايات هي السادسة والأربعون في فرق في ترتيب نزولها نقل نولدك في كتابه تاريخ القرآن عن بعض علمائنا أقوالاً تستثني منها آيات لاحظنا ينقل روايات يعني هو يحلو له أن ينتقي أحياناً يذروا الروايات وأحياناً يلجأوا إلى الروايات مثلاً الآية 197 أو لم يكن لهم آية أي علمه علماء بني إسرائيل يقول ينقل أنها نزلت في المدينة لأنها تتحدث عن بني إسرائيل الآية 214 وأنذر عشيرتك الأقربين هذه الآية وحدها أو هي والمقطع الذي هي فيه إلى قوله وأكثرهم كاذبون تعود إلى أوائل ما نزل آخر الصورة من قوله تعالى والشعراء إلى آخر الصورة قال نزلت في المدينة طبعاً بناء على رواية لذكر حسان وابن رواحة وكعب بن مالك في رواية سبب النزول هؤلاء الثلاثة من الأنصر الآن نولدك في كتابه يقول هذه الآيات وأنذر عشيرتك الأقربين إلى وأكثرهم كاذبون يقول لا يمكن أن تكون مما نزل مبكراً يجزم لا يمكن أن تكون مما نزل مبكراً لماذا؟ قال بسبب أسلوب الآيات غير القوي لأنه هو يرى أن الآيات السور التي نزلت في بداية الدعوة مثل القارعة والعاديات والزلزة وهكذا هذه السور التي تحمل الأسلوب القوي فهذه الآيات لأن أسلوبها هادئ قال لا يمكن أن تكون من أوائه ما نزل وأن قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين يشير إلى جماعة لم تكن قد وجدت في ذلك الوقت ومع ذلك ذكر في الهامش نقل عن ابن هشام قال ممكن أن يكون هناك أتباع قبل الجهر بالدعوة ولكن علق بهذه العبارة قال الذي نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في البداية قال ربما بواسطة نوع من السحر لاحظوا كيف الدس الذي فعله وذكر أن الآية الأخيرة من السورة إلا الذين آمنوا قال لا يمكن أن تنتهي بكلمة كثيرة وذكر الله كثيرة مما يجعلها تفوق معدل طول آيات السورة يعني له أقحم الكلام عن الآيات وليس مجاله أن يكون هنا وأن هذه الآيات تقطع السياق وتضعف الفكرة هكذا يرى ومع ذلك عنده احكمال نزول هذه الآيات مبكرا ردا على الشعراء الذين هاجموا الإسلام في تلك الفترة مما يرجح مكية هذه الآيات عدم ورود كلمة شاعر في أي موضع مدني هذه مراحظة دقيقة الآيات المدنية لا فيها كلمة شاعر كل الكلمات التي وردت فيها كلمة شاعر أو شاعر هي في الآيات المكية لأن بلاشير ومولر لهم أيضا كلام قريب ونقله عنهم أن يلدك فيما بعد أو عن مولر تحديدا أنه قبله وزاد عليه وأنا هنا قلت يعني تأملت في الكلام ولكن الوقت الآن قد يسرقني الآن الكلام الذي قالوه هؤلاء المستشرقون منه المقبول ومنه المرفوض من المقبول احتمال أن يكون أول ما نزل من السورة قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين إلى آخرها ولا يعارضه ما ثبت في رواية البخاري أن قوله تعالى وأنذر عشرتك الأقربين نزلت مع بداية الجهر بالدعوة لأنه قد يعبر عن نزول نجم أو مقطع من الآيات ببعضه وهذا شائع في الروايات وبالتالي نزل قوله تعالى وأنذر عشرتك الأقربين مع ما حوله في بداية فترة الجهر بالدعوة فأنا تأملت حقيقة في هذه الآيات وفي محدواها ووجدت أنه مناسب جدا لأن يكون من أوائل ما نزل في فترة بداية الجهر بالدعوة تحديدا لأنه من حيث الموضوع الآيات تتحدث عن نزول القرآن وعن جبريل وأنه بلسان عربي مبين لا عجمة فيه يصدقهما في الكتب السابقة علماء بني إسرائيل يشهدون له وتهديد لمن يستجب للدعوة الرد على الافتراء بأن مصدر القرآن من الشياطين الأمر بتبليغ الدعوة إلى الأقربين الاعتناء بالأتباع إلى آخره هذا كله مما يدلنا على أن هذه الآيات ممكن أن تكون من أوائل ما نزل من السورة نتائج البحث وتوصياته موجودة فيه لمن أراد أن ينظر فيها وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآله وصحبه ويأترس